هنروح للحدث الثاني المهم ايضا وهو النادي الاهلي في الدوري الافريقي منتخب مصر كان عنده سبع لعبين في منتخب مصر محمد الشناوي محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم محمد هاني احمد نبيل كوكا وايضا كان عندنا حسين الشحاد دول لعبين منتخب مصر السبع اللي كانوا منضمين مع منتخب مصر عندنا حمزة علاء في المنتخب الولمبي عندنا ديان كان عنده بعد الاجراءات في صفره متواجد في القاهرة بيرسيتاو علي معلول اللي كان مشارك النهاردة او كان منتخب تونس بيلعب اليابان النهاردة بيلعب امام اليابان وخسر لكن علي معلول ما شاركش وان شاء الله يلحق مباراة النادي الاهلي يوم الجمعة القادم امام سنبا التنزاني هو ده اللاعبين الموجودة مع منتخب مصر او المنتخبات الاخرى اللاعبين النهاردة ان شاء الله عندهم تمرين في ملعب مختار التتش الساعة تمانية بكرة بعثة النادي الاهلي ستتوجه في الرابع عصرا الى تنزاني في افتتاح الدوري الافريقي يوم الجمعة القادم امام سنبا التنزاني دي مباراة هتكون في افتتاح الدوري الافريقي مباراة مهمة جدا المباراة هتكون امام سنبا في حضور ستين الف مشجع مباراة مهمة دي ضربة البداية وده افتتاح البطولة هيكون ايضا رئيس الكاف اعضاء المكتب التنفيذي ومن المحتمل وجود رئيس الاتحاد الدولي انفنتينو في هذه المباراة مباراة لها استعدادات كبيرة زي ما احنا شايفين مباراة الدوري الافريقي اللي هيبتدي بسنبا امام الاهلي يوم عشرين اكتوبر والمباراة هتكون الساعة السادسة ان شاء الله مثلا بتوقيت القاهرة يوم السبت هيكون مباراة سانداونز امام بيترو اتليتكو اربعة ونص عصرا دي هتكون يوم واحد وعشرين اكتوبر يوم السبت القادم هيكون يوم الاحد مباراة مازنبي امام الترجي الساعة الثالثة عصرا ومباراة انينبا امام الوداد هتكون ان شاء الله يوم اتنين وعشرين ايضا يوم الاحد الساعة الثالثة عصرا الاهلي مباراة العودة الاهلي هيلعب يوم الجمعة مع سنبا مباراة دي العودة ان شاء الله هتكون في القاهرة في استاد القاهرة هتكون يوم السلساء اربعة وعشرين اكتوبر الساعة الخامسة عصرا سانداونز هيواجه بيترو اتليتكو في مباراة العودة في جنوب أفريقيا يوم 24 أكتوبر والترجي هيواجه مازمبي في تونس يوم 25 أكتوبر والوداد هيواجه أن ينبى في المغرب يوم 25 أكتوبر هي دي مباريات الزهاب والعودة المباريات الافتتاحية في الدوري الأفريق نروح للصورة أكتر ونتطمم بقى أيضاً على بعثة النادي الأهلي آخر الترتيبات النهاردة كان الكابتن خالد